عسلامة ومرحبا بكم خلال هذا الحسة سوف نرى درس السلم وسوف ننطلق بالمدخل أو طرح الإشكال ماذا لدينا في هذا المدخل أو طرح الإشكال؟ طلب المدرس من التلميذ أرسم قطعة مستقيم على كراسه طولها خمسة أمتار بطبيعة الحال التلميذ هنا سوف يحتار وبالتالي بماذا تفسر حيرة التلميذ؟ وهل من حل لهذا الإشكال؟ نبقى مع حيرة التلميذ هنا التلميذ محتار لأنه بكل بساطة لا يمكنه أرسم قطعة مستقيم طولها خمسة أمتار على كراسه التي طولها لا يتعدى بعض السنتيمترات وبالتالي هنا حيرة التلميذ مقبولة للغاية لكن المهم كيف يمكننا أن نخرج من هذا الإشكال وإيجاد حل لهذا المشكلة وبالتالي هنا لا بد من سبيل أو لا بد من طريقة لا بد من تمثيل معين أو تصميم لرسم قطعة مستقيم على الكراس التي لا يتعدى طولها وعرضها بعض السنتيمترات لتمثيل هذا البعد الذي يمثل على الحقيقة خمسة أمتار وبالتالي هنا على سبيل الحل يمكن للتلميذ أن يرسم قطعة مستقيم طولها خمسة سنتيمترات فقط ولكن لمزيد الفهم هنا يجب عليه القول أن مثلاً كل واحد سنتيمتر على كراسة يمثل واحد متر في الحقيقة واحد سنتيمتر على كراسة التلميذ تمثل حقيقة واحد متر وماذا يعني هذا التفسير؟ يعني أننا صغرنا الأبعاد الحقيقية ليسهل التعامل معها ورسمها على كراس بسيط ذات أبعاد صغيرة وبالتالي هنا عملية التصير واحد سنتيمتر على الكراس يقابله واحد متر على الأرض أو حقيقة واحد متر به مائة سنتيمتر وبالتالي واحد سنتيمتر على الكراس يقابله مائة سنتيمتر حقيقة وبالتالي هنا قمنا بعملية التصير مائة مرة البعد خمسة أمتار قمنا بتصيره مائة مرة وبالتالي ماذا يصبح؟ يصبح خمسة سنتيمتر لأن هنا خمسة أمتار تساوي خمسمائة سنتيمتر لرسمها أو لتمثيلها بقطعة مستقيم طولها خمسة سنتيمتر الكراس يعني أننا قد صغرنا قمنا بتصير هذا البعد خمسة أمتار مائة مرة وبالتالي تحسن على قدرة مستقيم طولها خمسة أمتار وبالتالي فضة هذا الإشكال ولكن هنا لا يجب أن ننسى هذا العدد الكسري واحد على مائة هذا ما سنسميه السلم وهو عبارة على عدد كسري يعطي نسبة تصغير البعد الحقيقي ليسهل التعامل معه على كراس التلميذ أو على الخريطة بالنسبة لمهندس أو ما شابه ذلك سوف نرى بعد ذلك تعريف السلم لكن بعد هذا النشاط النشاط ماذا يقول توجد المعطيات التالية في ركن خريطة لدينا هنا هذا الرسم وهذا التوضيح وهذا السلم سلم واحد على مليون أي أننا سوف نقوم بعملية تصوير هنا مليون مرة البعد الحقيقي سوف نصغره مليون مرة سوف نقسمه على مليون لنجد البعد على التصميم واحد سنتيمتر على التصميم التوضيح يعني واحد سنتيمتر على التصميم يوافق مليون سنتيمتر على الحقيقة أو على الأرض هنا نلاحظ لدينا نفس الوحدة واحد سنتيمتر على التصميم أو على الخريطة يقابله مليون سنتيمتر في الحقيقة أو على الأرض الرسم هنا نرى هذا عادة على الخرائط أو بعض الرسوم واحد سنتيمتر وعشرة كيلومتر يعني أن واحد سنتيمتر يقابلها هنا مليون سنتيمتر ولكن مليون سنتيمتر ما هي إلا عشرة كيلومتر ولكن عشرة كيلومتر أيضا عشرة ألاف متر هنا قمت بهذا التحويل لتسهل السيطرة على السؤال الموالي وبالتالي بعد دراسة السلم والتوضيح والرسم نمر إلى هذا السؤال الموالي لمزيد التمكن والفهم يقول أنقل الجدول أسفله وأتممه بالقيم المناسبة لدينا الأبعاد على الخريطة بالسنتيمتر أو الأبعاد على التصميم أو الأبعاد بعد تصغيرها وهنا الأبعاد الحقيقية أو الأبعاد على الأرض بالمتر هنا يجب أن نستعمل السلم الذي رأيناه منذ قليل واحد على مليون أي أن واحد سنتيمتر يقابله مليون سنتيمتر يعني واحد سنتيمتر يقابله عشرة كيلومترات أو واحد سنتيمتر يقابله عشرة ألاف متر بالتالي هنا لدينا سنتيمتر ومتر سوف أستعمل هنا واحد سنتيمتر يقابله عشرة ألاف متر لتسهل عملية التعامل والسيطرة هنا على هذا التمرين هنا بما أن واحد سنتيمتر يقابله عشرة ألاف متر هذا هو السلم الذي سوف نستعمله يعني عشرة سنتيمتر ماذا يقابله بما أن واحد سنتيمتر يقابله عشرة ألاف متر يعني عشرة سنتيمتر يقابله عشرة في عشرة ألاف يعني مئة ألف متر مئة ألف متر يعني 10 قوة 5 متر 2.5 سنتيمتر كم يقابلها هنا كبعد حقيقي أو كبعد على الأرض بالمتر 2.5 هنا بعد على التصميم أو على الخريطة كما هو معلوم هنا 1 سنتيمتر يقابلها 10 ألاف متر يعني 2.5 يقابلها 2.5 في 10 ألاف متر على الأرض أو على الحقيق أو في الحقيق وبالتالي 10 ألاف في 2.5 يساوي هنا 25 ألف عندما نقوم بضرب عدد في 10 ألاف نقوم هنا بتأخير هنا الفاصل بأربعة أرقام وبالتالي هنا 25 ألف متر على الحقيقة أو على الأرض هنا سوف نقوم بالاتجاه المعاكسنا المرورنا من الأبعاد على الأرض أو الأبعاد الحقيقية بالمتر كيف ماذا يقابلها على الخريطة أو على التصميم هنا لدينا هنا لدينا المرور من البعد الحقيق بالمتر إلى الأبعاد أو البعد على الخريطة بالسنتيم يكفي أن نقسم على 10 ألاف ونحول الوحدة هنا المتر سوف يصبح سنتيم ولكن المرور من 10 ألاف إلى 1 يكفي القسم على 10 ألاف لأكثر وبالتالي هنا لدينا 5100 متر ماذا يقابلها على الخريطة أو على التصميم بالسنتيم يكفي أن نقسم 5100 على 10 ألاف مع بطبيعة الحال الوحدة من المتر سوف تصبح سنتيم لا أكثر لا أقل باستعمال أو بهنا استغلال السلم لا أكثر لا أقل عندما نقوم بقسمة 5100 على 10 ألاف هنا نتحصر على 0.51 0.51 سنتيم هنا هذا البعد نجده على الخريطة أو على التصميم وهو المقابل لـ 5100 متر على الأرض أو على الحقيقة هنا 10 قوة 4 متر ماذا يقابلها 10 قوة 4 متر على الأرض أو حقيقة ماذا يقابلها كبعد على الخريطة أو على التصميم كما قلنا منذ قليل يكفي أن نقسم على 10 ألاف والوحدة سوف تمر من المتر إلى السنتيمتر بكل بساطة لأننا بسدد المرور من البعد الحقيقي إلى البعد على التصميم أو على الخريطة 10 ألاف على 10 ألاف يساوي 1 وبالتالي هنا 10 ألاف متر على الأرض أو على أو حقيقة تصبح 1 سنتيمتر على الخريطة أو على التصميم وبالتالي بعد هذا النشاط نمر إلى هذه الملاحظة والتعريف وبالتالي سوف نعرف بالسلم بصفة عام السلم هو العدد الكسري الذي يمثل نسبة التصغير للبعد الحقيقي يعني للبعد على الأرض كي يتسنى رسمه أو كي يمكن رسمه على التصميم أو على الخريطة لا أكثر ولا أقل أعيد القراءة السلم هو العدد الكسري الذي يمثل نسبة التصغير للبعد الحقيقي أو على البعد على الأرض كي يتسنى أو كي يمكن رسمه على التصميم أو على الخريط وبالتالي يمكن كتابة السلم مساوي لي البعد على التصميم على البعد الحقيقي وهذا هو العدد الكسري قسمة البعد على التصميم على البعد الحقيقي وعادة يكتب على هذه الشاكلة واحد على مقام السلم هنا يكفي أن نقوم بعملية اختزال نقوم باختزال البسط هنا على البعد على التصميم وهنا أيضا البعد الحقيقي نقسمه على البعد على التصميم كي نجد هنا البسط يصبح واحد والمقام هنا سوف يصبح مقام السلم أو عدد مرات التصميم كما رأينا خلال المدخل العام هنا منذ بداية الحسة عدد مرات التصميم كان مائة واحد متر مثلناه بواحد سنتيمتر يعني قمنا بعملية التصميم مائة مرة وبالتالي هنا السلم هو بصفة عامة البعد على التصميم على البعد الحقيقي يساوي واحد على عدد مرات التصميم أو واحد على مقام السلم كما رأينا في هذا المثال هنا التصميم التصميم عدد مرات التصميم هو مليون مرة مقام السلم هو مليون البعد على التصميم على البعد على عفوا على البعد الحقيقي هو واحد على مليون هذا هو السلم نمر إلى هذا المثال لمزيد الفهم والتمكن طريق عفوا طول طريق معبدة على الخريطة خمسة عشر سنتيمتر هذا هو البعد على التصميم أو على الخريطة وعلى السلم التصميم كتب هذا العدد الكسري واحد على مليون يعني أن السلم هو واحد على مليون أي أن مقام السلم هو مليون وعدد مرات تصرير هو عفوا واحد على ألف يعني هنا عدد مرات تصرير هو ألف مرة يعني أن البعد الحقيقي قمنا بتصريره ألف مرة لنتحصل في النهاية على خمسة عشر سنتيمتر هذا هو المقصود ما هي المسافة الحقيقية؟ يعني المسافة الحقيقية لهذا الطريق لهذه الطريق المعبد عفوا وبالتالي هنا السلم ما هو إلا البعد على التصميم أو البعد على الخريطة على البعد الحقيقي وبالتالي ليه يكون D البعد الحقيقي السلم هو واحد على مليون هذا هو السلم يساوي كم؟ يساوي البعد على التصميم أو البعد على الخريطة خمسة عشر على هنا البعد D البعد الحقيقي هنا الأبعاد دي نفس الوحد 15 سنتيمتر والبعد هنا دي سوف يكون بالسنتيمتر وبعدها يمكن تحويله إلى أي وحدة أخرى شئنا المهم هنا المبدأ الوحدة يجب أن تكون منذ البداية نفس الوحدة وبعدها نغير إلى ما نشاء ماذا يعطي البعد الحقيقي هنا لا يجب أن ننسى جذاء الطرفين يساوي جذاء الوسطين هنا كما رأينا خلال حصة الدرس يعني هنا 1 في دي يعني دي يساوي 15 في ألف يعني 15 ألف سنتيمتر يعني البعد الحقيقي أو البعد على الأرض هو 15 ألف سنتيمتر ولكن 15 ألف سنتيمتر يعني هنا 150 متر لأن 100 سنتيمتر هنا تمثل واحد متر وبالتالي 150 متر وبالتالي الطريق المعبدة طولها الحقيقي هو 150 متر وهذا هو من ثمار السلم نمر إلى التطبيق الموالي يقول أعد بناء شبه المنحرف التالي وفق السلم واحد على اثنين هنا السلم واحد على اثنين عدد مرات تصغير هو اثنين يعني الأبعاد المعطات هنا سوف نقسمها على اثنين وبالتالي هنا عندما نريد إعادة بنا هذا الشب المنحرف من الأجدر أن نغير أسماء رؤوسه وبالتالي هذا البعد دي سي طوله هنا 5.8 سنتيمتر على اثنين سوف يصبح هنا دي أولي سي أولي ولكن ليس 5.8 سوف تصبح هنا 2.9 سنتيمتر هذا هو البعد الأول البعد الثاني دي أ على اثنين سوف لن يكون 2.8 سوف يصبح 1.4 ولكن سوف يصبح دي أولي آ أول 1.4 سنتيمتر لأن هنا نحن بسدد قيام بعملية تصغير هذا البعد آ بي سوف يصبح البعد آ أولي بي أولي لكن آ أولي بي أول سوف لن يكون 2.8 هنا نصف 2.8 أي أنا سوف نقسمه على 2 هنا البعد على التصميم هو هنا نصف 2.8 1.4 سنتيمتر وبالتبيعة البعد بي أولي سي أولي ما هو إلا بي سي على اثنين وهذا هو الشبه المنحرف المتحصل عليه بعد هنا عملية التصغير مرتين السلم يساوي واحد على اثنين وبالتالي الشبه المنحرف آ أولي بي أولي سي أولي دي أولي هو إعادة لبناء شبه المنحرف آ بي سي دي وفقا لهذا السلم واحد على اثنين وهكذا أنهينا مع هذا الدرس شكرا على المتابعة وإلى اللقاء شكرا